لكن فيه كان كلام كثير بأن كذا يوم عن حكم المباراة السوبر تعليقك إيه عن الموضوع ده؟ بالنسبة للتحكيم المصري والله إحنا يعني ما عندنا مشكلة في قصة التحكيم المصري طبعا لأنه لا يوجد حكم عايز يفشل لا يوجد حكم عايز ينزل الملعب الناس كثيرين تنتقدوا وهو طبيعي عايز يعمل أحسن أداء ليه عشان يصدر بشكل كويس صحيح إحنا ممكن يكون التقسير كمستوى تحكيم كمستوى تحكيم ولكن ما فيه حكم عايز يبقى وحش ما فيه حكم عايز يبقى حكم يروح كاس عالم ويروح بطولات كبرى فطبيعي الحكم عايز يبقى كويس ولكن بيبقى فيه ضغطات معينة يعني فيه فرق بحجم الزمالك وحجم الأهل وفرق جمهرية كبيرة جدا بحجم الإسماعيلي المصري الاتحاد بمختلف انتباتهم بيبقى فيه حكم بيستسلم للضغوط الجمهرية الكبيرة الموجودة في ملعب وفيه حكام في مصر الحقيقة عندها حتد السبات وهي دي الحكام القليلة جدا اللي مسلت مصر تمثيل كويس ده في البطوات الكبرى أما بالنسبة للسوبر مصري الحكم اللي يكون مصري أنا بالنسبة لي كنت أفضل بعيد عن كل الكلام ده خالص ان كان ممكن تاكم تحكيم أجنبي يدير اللقاء بعيدا عن كل الكلام اللي بتتكلم وانا شايف ان ممكن حكم مصري دير اللقاء بشكل كويس جدا احنا شفنا قبل كده كابتن بريم نور الدين ماتش زمالك وآهلي كان كويس جدا شفنا أمثلة كتير ولكن هي حتة كفاءة التحكيم كفاءة التحكيم احنا عندنا حكام كويسين جدا في مصر ولكن محتاجين المنظومة كلها تبقى على نفس المستوى التحكيم هل أنا معطرد على حكم مصر يحكم برطة كم أنا شاف ان ممكن كان حكم أجنبي كان يبقى أفضل في حتة عدم يعني إصارة الجدل حوالي التحكيم المصري وجود جالية كبيرة جدا من الجباهير المصرية في أبوظبي بالتأكيد هيخلي فيه جبهرية أيضا كبيرة للبرش ده يعني توقعتك إيه للتواجد الجباهيري نفاذ التذاكر تنظيم الجاليات المصرية للمباراة اللي بدأ بالتأكيد من أكتر من اليوم هو طبيعي أول ما بتطرح التذاكر بمشارات الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك ما منلاقيش تذاكر طبعا يعني طبعا ده طبيعي يعني أكبر فرقين في أفريقيا وفي الوطن العربي في شارك الأوسط طبيعي كمستوى جمهيرية كمستوى شعبية كمستوى بطولات طبعا يعني إحنا بنفتخر الدعم نحن ندل في مصر ندين بحجم الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي تبقى حاجة ممتازة جدا الحضور الجامعيري في الإمارات أو في أي دولة خليجية إحنا بنبقى عارفين متأكدين عيب حضور كامل العدد طاغي طبعا طبعا حجم المباراة لو مباراة ودية وين زمالك والأهلي المدرجات برضو هتبقى ملينا على آخر يعني إحنا شعب بتنفس كورة أصلا شعبية الفرقتين بتخلي أن أي ماتش حتى لو ماتش ودي طبعا ما حصلتش ماتشات وديية ولكن لو ماتش ودي تقال من درجات كلها مليناة طبعا إحنا نتمنى إن شاء الله تبقى مباراة تخرج تخلينا إحنا كمصريين فخورين بالالتزام التزام الجماهيري والتزام اللاعبين داخل ملعب طبعا وهي مباراة كورة كورة 90 ديال الأفضل هو لا يكسب وإحسن أوله مبروك وإن شاء الله تكون حاجة كويسة إن شاء الله في فترة اللي جاي بإذن الله تسويق كويس لكورة مصري إن شاء الله